أربع سنوات مرت على مشهد جريمة تقشعر لها الأبدان هنا في مدينة اللد ولا زال الجرح ينزف والقاتل حر طليق والضحية أم لأربعة أبناء زهقت روحها بحضور صرخة أبنائها ووجعهم الذي لا ينسى لحظة ارتكاب الجريمة ملف جريمة آخر قد أغلق ضد مجهول لتجسد الضحية دعاء نموذجا إضافيا مستمرا كحال جرائم قتل كثيرة والقاتل يبقى حرا لأن الحجة غياب الأدلة لتنحصر اللوعة وفقدان الأمل لدى أهلها ولدى أمها التي لا تزال جراحها مفتوحة ولوعتها تحترق شوقا لابنتها دعاء كانت تحب تساعد كثير كانت مرة طموحة بتحب تساعد بتحب تتصدق بتحب تروح تشوف ناس مسكين وتساعدهم مرة خطيارة وتساعدها توصلها للبيتية وغراضة كثير كثير كانت كل الصفات المنحة كانت فيها تؤكد السيدة ماجدة أن المغدورة دعاء كانت تعود كل مرة إلى بيت زوجها لتعود معها آثار العنف والتنكيل والضرب المبرح حتى أن السكين وضعت ذات مرة على رقبتها حتى نزفت يعني أنا كل يوم بنهد عليها بالغلط دعاء سماء عبر ما أوصل للي بدي إياها إلا إلا أن نذكرها في كل شوية بكل إشي بقى تمنت حلوة كثير جميلة جدا 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 تلبس حلوة وعملتها جنن مع الناس باحترام بأذب وخلاءها الحمد لله كانت عالية بس خلاص راحة عالية صعب صعب كثير توجهت دعاء عشرات المرات للشرطة ومدتهم وفق والدتها بالسوار والتسجيلات الصوتية التي تثبت أنها تتعرض للضرب وبأنها مهددة بالقتل أسبوعان قبل الجريمة البشعة رفضت دعاء التوجه إلى ملجأ للنساء المعنفات بطلب من الشرطة وذلك لأن الدعاء كانت تؤمن أن الملجأ لن يحميها من التعرض للاعتداءات مجددا يعني لو كان الدعاء بنتي يهودية كان القاتل المسك بنفس اليوم لو من بطن أمه كان طلعهم هذا فعلا هي قصة تضف إلى قائمة طويلة من جرائم القتل والتنكيل التي لا تنتهي في المجتمع العربي حتى باتت العائلة تفكر في الهجرة للخروج من الفوضى التي تعم المجتمع العربي فوضى الصلاح وفوضى القتل وفوضى العنف